هموم الداخل الأوروبي سحابة كبيرة قاتمة تهدد الوحدة بين أكثر من ثلاثين دولة فالأزمات المتلاحقة تعصف باقتصاداتها منذ اندلاع المواجهة الروسية الأطلسية في أوكرانيا وفي ظل تفاقم أزمة الطاقة من جراء ارتفاع الأسعار وشحل امددت تشهد القارة العجوز كارثة من نوع آخر قد تصبح بمنزلة كعب آخيل خطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبي دخلت اليوم حيز التنفيذ وبموجبها يتعين على دول الاتحاد الأوروبي خفض إجمال استهلاكها من الغاز طوعية بنسبة 15% وللوصول إلى الهدف يجب توفير 45 مليار متر مكعب من الغاز بشكل عام وعلى ألمانيا وحدها بشكل خاص خفض استهلاكها بمعدل 10 مليارات متر مكعب وفقا لأرقام المفوضية الأوروبية قبل بدء تنفيذ الخطة الأوروبية كانت تبعات أزمة الطاقة قد أرخط بظلالها على مختلف مناحي الحياة اليومية والقطاعات الاقتصادية ما دفع شركات عديدة إلى وضع خطط طوارئ من بينها مثلا شركة الكيميائيات العملاقة بي اي اس اف التي تسعى إلى استبدال الغاز بالوقود في ثاني أكبر مصنع ألماني لها فيما تبحث شركة هينكل المختصة في صناعة المواد اللاسقة ومناعات التسرب في إمكانية عمل الموظفين من منازلهم للحد من استهلاك الطاقة وسائر تكاليف التشغيل بدورها إسبانيا وجدت نفسها مجبرة على ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة أزمة الغاز فقد أعلن مسؤول في وزارة السياحة الإسبانية إن بلادها أقرت قانونا يمنع الأماكن العامة من تخفيض درجة الحرارة الداخلية إلى مدون 27 درجة مئوية هذا القرار هو جزء من مساعي إسبانيا لخفض استخدامها الغازة بنسبة 7% بموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي الذي يلزمها أيضا بإطفاء الأضواء في واجهات المتاجر هو المكاتب الحكومية الفارغة